في حال وصول هالموظف إلى الولايات المتحدة الأمريكية هل بيقدر يقدم على الكرت الأخضر أم لا؟ هذه هو بالأساس مش لازم لأنك أنت جاي أنا حكيت قبل شوي ما جيب السيرة للسفارة إن هذا هدفك إنك تقدم على الأبد إنك تعيش في أمريكا بس الحقيقة إنه تقريبا تسعة وتسعين من بني آدمين اللي بحطوا إجريهم في أمريكا مستحيل يطلعوا مستحيل يعني هذه لو أجوا من أوروبا لو أجوا من وين مكان خلاص وقت ما يدخلوا هان بدوروا على طريقة يقعدوا هون يعني إذا شغل مثلا هل صاحب العمل شغل هل موظف أحبه هل بيقدر صاحب هل عمل إنه يمدد إقامته في الولايات المتحدة ولا لا؟ هذا السؤالين بيختلفوا عن بعض من ناحية يمدد بيقدر يمدد بس السؤالك الأول هل بيقدر الشخص يقدم على كارت أخضر وكارت أخضر معناته فيزا دائمة يعني بتوصلك للجنسية إنك تصير مواطن أمريكي آه بس مش من نفس الشغلة يعني بدك تقدم على إشي يعني ما بتقدر تقدم على شغلة موسمية وتحكي إني أنا عايز واحد لهذه مش لاكي أمريكي ما أنت أساس الشغلة موسمية بس مثلا إذا عنده شغلة مش موسمية مثلا إذا أنت طباق والمحل بيشتغل طول السنة وبدك تبيع أكل عربي مثلا وانت جاي من الأردن مثلا بدي يتخصص بالمنسف بيحكي والله أنا بعرف أعمل منسف أنا عملته في مطعم الكدس تلت سنين طيب بهذا بيقدم له قضية جديدة إني عنده بده واحد طباق أردني وإذا المهم إنه الفيزة اللي أجع عليها لسه صالحة يوم تطلع الفيزة الثانية أيوة بيقدر يغير وضعه من واحد شغيل موكت لمواطن أمريكي بس بدك قضية تانية إنك تخليها ممكن يتجوز زي ما حكينا بالسابق ممكن يتجوز ومرة الأمريكينية تقدمه برضو بيصبر اشتركوا في القناة